اشتركوا في القناة لن يغير من التوازن العسكري بين المغرب والجزائر التي تعتبر حليفا للنظام التركي غير ان الطائرات الجديدة ستثهم على الخصوص في تعزيز قدرات سلاح الجو للقوات المسلحة الملكية على تأمين الاقاليم الجنوبية للمملكة وضفت المصادر ان المملكة المغربية كانت قد وقعت عقد لتوريد 13 درون لتعزيز قدراتها القتالية في الطائرات الغير المأهولة في اطار مثلثل تطوير وتجديد ترثانة القوات المسلحة الملكية حتى تكون على اعلى درجات الحداثة والكفاءة والجاهزية لمواجهة كافة الاخطار والعدائيات الحديثة وقد انهت الطواقم العسكرية المغربية تكوينها بالديار التركية قبل اثابية في اطار نفس العقدة على ان تتواصل عملية التسليم في الاجل المحددة وبات المغرب اليوم يعي بشكل تام اهمية تطوير وتحديث منظومة الدفاعية والهجومية الجوية خاصة مع التطورات التي يعرف ملف الصحراء المغربية منذ تحرير معبر القرقرات وعودة عصابة البوليساريو الانفصالية الى التهديد بالحرب ومواصلتها بعض الاستفزازات العسكرية على طول الجدار العازلة ويسعى المغرب لتنوع سرب الطائرات من دون طيار للتصدي لتحركات عصابة البوليساريو التي تعتمد على تكتيكات ميدانية غير محددة الاهداف حيث تمكن طائرة الدرون المغرب من تمشيط مناطق شاسعة في الصحراء وتحديد الاهداف العسكرية التي يجب استهدافها بدقة دون عناء التنقل ميدانيا والمخاطرة وفي خبر اخر شاركت تجريد من القوات المسلحة الملكية يوم امس الخميس بالعاصمة المكسيكية في الاستعراض العسكرية التقليدية الذي نظم بمناسبة حياء الذكرى المئوية التانية لاستقلال المكسيك واقيم الاستعراض العسكري في صاحة زوغالو الشهيرة وسط العاصمة المكسيكية بحضور رئيس كوبا ميجيل ديز كانيل بصفة ضيف الشرف وذكر بلاغ لصفرة المغرب بالمكسيك ان التجريدة المغربية كانت واحدة من 13 وفدا اجنبيا مشاركا في هذا الاستعراض بينها وفود فرنسا والارجنتين وكولومبيا وبريطانيا العظمى وايطاليا وكود ديفوار وترأس الوفد المغربية في هذا الحفلة سافر المغرب مكسيكو السيد عبدالفتاح البار برفقة الكولونال عبداللطيف اشقير بصفة قائدة لتجريدة المغربية وبالاضافة الى قائدة كانت تجريدة المغربية التي شاركت في الاستعراض العسكرية بصاحة زوغالو مكونة من 6 افراد يحملون الاعلام وتسعة ثفوف من 3 جنود وحضيت بتصفيق حار تقدير لمشاركة المملكة المغربية في هذا الاحتفال الهام بالنسبة للشعب المكسيكية واسجل البلاغ ان المشاركة المغربية التي حضيت بتقدير كبير من قبل السلطات المكسيكية اتارت اهتماما كبيرا في وسائل الاعلام المحلية ما من شأنه ان يعزز اكثر اواصر الصداقة بين المغرب والمكسيكا وشيد الاستعراض العسكرية التقليدي مشاركة 15 الف فرد من مختلف فروع القوات المسلحة المكسيكية فضلا عن 600 دبابة ومركبة عسكرية ومئة طائرة حلقت في سماء العاصمة احتفاء بهذه المناسبة انهى الملك محمد الثادث اليوم الاربعاء بثفة القائد الاعلى ورئيس اركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مرحلة ترأث جنرال اركان الحرب عبدالفتح الوراق للجيش المغربي بتعين جنرال اخر بالرتبة نفسها هو بالخير الفاروق مفتشا عام للقوات المسلحة الملكية واضع النقطة النهاية لمرحلة اتثمت باحداث متيرة اعادت الجيش الى الواجهة ولم يوضح بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والاوثم اثباب تغيير المفتش العام للجيش المغربية في الوقت الذي تشير فيه بعض التكهنات الى احتمال تعيين الوراق وزيرا منتدبا مكلفا بادارة الدفاع الوطني في الحكومة الجديدة التي يعمل على تشكيل عزيز اخ النوش غير ان المؤكد هو ان هذه الخطوة تأتي في سياق حساث متثمة بدخول المنظومة العسكرية المغربية في مثلثل تحديث بالاضافة الى تصد الجيش لعدة تهديدات وفي مقدمة تلك الثادرة عن عصابة البوليثاريو وخلال فترة الوراق كانت المملكة على موعد مع عدة محطات فرض فيها الجيش المغربي هيبته ابرذها تدخل الميداني في منطقة القرقرات بتاريخ 13 نوانبر 2020 والتي نجم عنها هروب عناصر البوليثاريو نحو مخيمة تندوف وتشييد جدار عاذي على الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا منعوا خلالها حركة التنقل المدنية والتجارية طيلة الثتة الثابعة وخلالها انهت القوات المغربية عمليتها في بضع الثاعات دون اراقة اي دماء وكان على الجيش المغربي بعدها العمل على وجيتين الاولى هي مد الجدار الامني شرقا باتجاه الحدود الجزائرية ثم جنوبا عن طريق ضم القويرة بما يمنع مسلحي البوليثاريو من الوصول الى المحيط الاطلسية والتانية هي التصدي لمحاولات عناصر الجبهة الوصول الى هذا الجدار الامر الذي دفع القوات المسلحة لاستخدام تكنولوجيا الطائرات المسيرة لأول مرة والتي حققت النجاح المطلوب وبرز اسم الوراق ايضا في مناورات الاسد الافريقية 2021 وهي اكبر مناورات تجريها القوات الامريكية في القارة الافريقية وبالاضافة الى كونها عرفت مشاركة اكتر من سبعة الاف جندية في تسع دول الى جانب حلف شمال الاطلسية فقد اتثمت باجرائها لاول مرة بالصحراء المغربية وتحديدا في منطقة المحبث القريبة من مخيمات البوليثاريو في تندوف وخلال فترتي على رأس الجيش التي امتدت لحوالي اربع ثنوات ما بين يناير 2017 وشتنبر 2021 كان الوراق من بين المشرفين على ورش تطوير القدرات الدفاعية للمغرب من خلال منظومة اثلحة حديثة شملت القوات البرية والجوية والبحرية اذ في عهده ابرمت صفقات شراء الثرب من طائرات F-16 ومروحيات الاباتشي ودبابات الابرامز ومنظومة الثواريخ باتريوط بالاضافة الى العشرات من طائرات الدرونز القتالية والاستطلاعية قال منذ قليل الصحفي المغربي بقناة ميديان تيفي النعمة ماء العينين في تغريدة على تويتر قال فيها ان اثيوبيا تقرر فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون بعد ان اغلقت ثفارتها بالجزائر وكانت اثيوبيا قد قامت بغلق ثفارت في الجزائر وذلك في الثلاثين غشة الجارية حسب مذكرة معلومات نشرة الثفارة الاثيوبية وجاء في المذكرة تود صفارة اثيوبيا الفدرالية الديمقراطية بالجزائر الاعلان عن ان الخدمات القنصلية للصفارة ستتوقف اعتبار من الثلاثين غشة الفين واحد وعشرين ويرى متتبعون ان الخطوة الاثيوبية جاءت بعد تدخل الجزائر في ملف الثد النهضة ومحاولة لعي بدور الوساطة في هذا الملف بين مصر والسودان واثيوبيا اتت تلك الخطوة اياما قليلة بعد الزيارة لذولة اثيوبيا قام بها وزير الخارجية الجزائرية رمطان العمامرة التقى خلالها برئيثة اثيوبيا يذكر ان اثيوبيا ترفض التوقيع على اي اتفاق ملذم بشأن الثد ايا كانت بنوده وهو ما اغضب مصر والسودان بشدة لترتفع حدة التصريحات المتبادلة بين الطرفين بما خشي معه البعض من اندلاع مواجهات عسكرية وفي خبر اخر تمكن المغرب من احتلال المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا ضمن الدول الاكثر استقطابا لمشاريع الاستثمارات السياحية الاجنبية المباشرة خلال الفترة ما بين 2016 و2020 حسب ما كشف عنه تقرير الاستثمار السياحية لثنة 2021 الذي صدر عن مؤسسة فدي اي انتليجنس وافدت تقرير ان عدد مشاريع الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي استقطبها المغرب في مجال السياحة بلغت خلال الفترة المذكورة حوالي 22 مشروعا من اصل 263 مشروعا الذي يمثل مجموعة عدد مشاريع الاستثمار الاجنبية المباشرة الجديدة بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا كما تصدرت الامارات العربية المتحدة دول منطقة الشرق الاوسط وافريقيا في استقطاب مشاريع الاستثمار الاجنبية المباشرة في السياحة حيث استقطبت 78 مشروعا ووفق التقرير ذاتي فقد جاءت مثر بعد المغرب في المركز الثالث على صعيد المنطقة بعشرين مشروعا اشتركوا في القناة